غير مكتف بأرض غزة كما يبدو وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يواث غالنت يهدد بضرب العاصمة اللبنانية بيروت ليست تلك أولى تهديداته إنها الثانية منذ بدء الحرب على غزة طائراتنا تحلق الآن في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة ذاك التهديد الجديد لغالنت وفق ما تنقله هيئة البث الإسرائيلي يضربها هنا أهدافا عدة لحزب الله ويريد التصعيد ضده بمستوى عشر ما يستطيع جيش الاحتلال يضيف غالنت في النبطية على بقربة من الحدود الجنوبية اللبنانية تصيب مسيرة إسرائيلية شقة في قلب المدينة قتل فيها نحو سبعة أشخاص من عائلة واحدة أبعد من النبطية وصلت المسيرات الإسرائيلية على الساحل المتوسطي إلى مدينة صيد جنوبا وحيثما تضرب إسرائيل تعلن أنها تستادف مواقع الحزب الله تريد منع ما يصل إليها من خلال ضرباته المتتالية على الجبهة الشمالية تستند حكومة نتنياهو في الذهاب نحو تصعيد مع لبنان على استطلاعات داخلية صحيفة معاريف تذكر وفق آخر استطلاعات لها أن نحو واحد وسبعين في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان على الحدود الشمالية ذاك وحدهما سيلجم الضربات التي يطلقها حزب الله ويبعده عن السياج الحدودي في نظرهم لبنان على صعوبة وضعه لا يبدو متراجعا عن أي خيار وفق مراقبيه حتى ما تعلق بالسير نحو المجابهة مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر